الموضوع الثاني الآن المرتبط بالأسعار أولاً هذا الموضوع هذا الأسعار الحكومة تتابعه كيفما قلت بشكل كبير وانا بدأ مسي الأرقام المصلحة المواطنين المغربة وحماية القدرة الشرائية لهم هي التزام حكومي وهي أقوى من أي لوبك في مكان نعديله والسيد رئيس الحكومة في بداية هذا الاجتماع وكان سؤال هل نوقش هذا الموضوع نوقش باستفادة كثيرة جدا وهذا ربما هو اللي ما خلت الوقت أنه أجلنا بعد المراسم وتمت إحاطة هذا الموضوع من جميع جوانبه ونبدأ لحوم الحمراء الحكومة درجو جديد الإجراءات مهم جدا الإجراء الأول هو استفاء الرسوم الجمهورية اللي كانت تقدر لحماية القطاع الوطني تم استفاءها شفنا بأنه ما زال هناك تأثير على الأسعار مباشرة بعد ذلك قامت الحكومة بتعليق أذى الضريبة على القيمة المضافة وأنا قلت غير ما مرة في هذه الدولة الصحفية المهنيين استحسنوا هذه الإجراءات هذه واللي هو أكيد بأن هذه الإجراءات هذه كلها سيظهر تأثير ديالها في القريب العاجل لكن يجب أن نعترف جميعا بأنه يجب أن نتفق إلا كانت المصلحة ديال الأسعار المغربية يجب أن نتفق عليها جميعا وهذا الحكومة غير شغالها سوف تدريب بيدنا من الحديد والاجتماعات الآن تدر على مستوى لا الحكومي ولا على مستوى الولاة ولا على مستوى العمال وسوف يتم مراقبة الأسواق وضبط جميع المخالفات والضرب والزجر وجميع الإمكانيات القانونية والقضائية والزجرية سوف يتم تفعيلها في الإطار هذا لأنه لا معنى أنه في وقت معيان كنا كانت تفهموا سعر ديالوحد المادة مرتفع ولكن من ينطبط هذه المادة طبيعي جدا يجب أن تنخفض ويجب أن يستهلكها المواطن بواحد السعر اللي هو معقول طماطم الآن الكميات المزروعة مقارنة مع السنة الماضية هي أحسن لكن كي نموجة ديالا برد وجه واحد السؤال مرتبط بالتصدير من عدميه الحكومة سوف تتخذ جامع الآليات والميكانيزمات اللي غا تضمن تمويل العادي والطبيعي بكميات وفيرة وأيضا لكي تنخفض الأسعار لكي نحافظ كيف ما قلت على القدرة الشرائية ديال المواطني الحاليب أيضا تاخدت فيهم جمعة من الإجراءات الحمد لله هذه الإجراءات اعطت نتائج ديالها المواد ديال الحاليب متوفرة نتمنى أنه نتحكمه أكثر في المستقبل لكي تنخفض كل هذه المواد لنبغي نأكد عليه مرة أخرى بأن هذا موضوع تعتبره الحكومة حاليا من الأولويات وتشتغل عليه عن كثب وبقوة وكي فيما قلت سوف يتم التدخل ومراقبة جميع النقط جميع المخالفات التي سوف يتم مضبطها في أي نقطة كانت بعيدة أو قريبة سوف تكون موضوع محضار أو متابعة قضائية أو زجر أو حتى متابعة يعني جميع المتابعات اللي ممكن تدر غادي تدر لأنه لا يمكن أن يستمر هذا العابد هذا العابد والحكومة أيضا في أفق أنه نتحكمه في هذا الموضوع هذا يجب أن نباشر الإصلاحات التي تكلمت عليها خاصة على مستوى يعني الآليات والسلاسل للتصويق لأنه حتى هي كتساهم وهذا الشخص نعترف به تساهم أيضا في الرفع من أسعار مجموعة من المواد غادي يكون اجتماع هذا المساء سوف يعني يشارك فيه جميع القطاعات المعنية اللي بالمناسبة أيضا غادي يتعاد نشوفوا شنو تعمل حد الآن الإمكانيات المطوفرة الإمكانيات ديال التدخول وطبعا في كل يوم 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 غادي يكون إن شاء الله الجديد في هذا الموضوع اللي غادي يعني ما غاديش نبخلو عليكم به وغادي نقدمو لكم معطاية بشأنه البلاغ الصحفي كان واضحا السيد رئيس الحكومة وعطته جهة الجميع القطاعات المعنية لأولا للتدخول وثانيا للتواصل مع المواطنين بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لأنه هناك إجراءات مهمة لكن للأسف هناك من يريد أن يعبت بالجيب ديال المغربة والحكومة سوف تضرب كيفما قلت بقوة شكرا لكم